نظمت جامعة طنطا بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية خمس قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 5294 حالة من خلال 16 عيادة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان والتحويل 381 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان واستكمال العلاج كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية ل349 مواطنا إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية لتثقيف الصحي للمواطنين